المرحلة التمهيدية الأولى من الإنقسام الإختزالي المرحلة التمهيدية الأولى من الإقتران الصبغيات المتماثلة المرحلة التبادل بين الصبغيات المتماثلة ونصبغيات المتماثلة الأولى من نفس الجزء المركزي ونفس المواردات الى اخيره. السيبري الاول فيه ابلوس ببلوس. السيبري التاني فيه مثلا سي بلوس دي بلوس. فاش كان هدل على هاد السيبري هادا فيه ابلوس ببلوس. هاد السبيري. الذي ينتمي لنفس السيبري. هاو فيه ابلوس ببلوس. هادي شفناها في ظاهرة النسخ الجزائي. حيث هنا يا جزائة اطائن باش يعطينا مضاعفة دي الاطائن كيكون نسخ ديه لنفس الجزائة. وبالتالي نفس الموارز هادي يعني هنا ببلوس هنا ببلوس. سيبري التاني في هنا سي بلوس وهنا دي بلوس يعني هناك موارزة دي بلوس هناك هنا موارزة دي بلوس. اذا طبعات الحال هنا بعد حدوث العبور. أ proحيث نغير وقال تبادل قطع. تبادل قطع بين السيبريين المتامنة. ال examples الاول وال Tamil الثاني. هاد الأدرعة القريبة من بعض ذياتها يعني السيبريين القريبين هاهما اللي غير تبادلو قطاع فيما بينهما. اذا هذا فيه ابلس بي بلس وهذا فيه سي بلس دي بلس عيز بدل القطع نعود نرسموهم وهم في بداية تبدل القطع يعني هكذا هنا السابري الاول هو هذا السابري الثاني هو هذا هنا دائما نريب خاندنا ابلس بي بلس ما يوقع فيه تشي تغير هنا ابلس هنا ادنا بي بلس هنا ادنا دي بلس وهنا ادنا سي بلس هنا سي بلس هنا دي بلس واضح تبدل القطع فين غا يكون في هذا الجزء هذا هنا هدو هما اللي غايتبادلو لنا شنو غايعطينا كنتيجة السابري الاول هو هذا ابلس دائما بي بلس هناش غايت ترجع عندنا ابلس ولكن فاش تبادل القطع مش هات القطع جايت القطع اللي فيها دي بلس وغايتمشي اللي فيها بي بلس لها يعني هنا غايت جايتنا دي بلس سي بغي التاني شنو غير جا فيه شنو كان عنده هنا سي بلس ولكن شنو خدا من السي بغي الاخر خدا بي بلس وهنا شنو تكون سي بلس دي بلس يعني بعد تشكل الامشاج هنا فين كان ندره الى ضرورة اوضاع اهمية العبور السي بغي هو تنوع الامشاج لانه قبله وبدون حدوث عبور في الحالة الاصلية بعد انشاطار جزائي المركزي غلقا وابلس بي بلس ابلوس بي بلس سي بلس 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 يعني جوج دي الانواع دي الامشاج ابلوس بي بلس والسي بلس دي بلس بينما بعد حدوث العبور شحن من ماشي جغي اطينا اربعا دي الانواع دي الامشاج طبية الحال بعد حدوث الانفصالية التانية يعني بعدان شيطان الجزء المركزي دي السبريات A plus B plus وغا تعطينا هنا A plus D plus وهنا غا تعطينا C plus D plus وهنا غا تعطينا C plus عفونا هنا B plus وهنا C plus D plus هدو هما لامشاج جديدة التركيب A plus D plus C plus B plus هدو الجديدة التركيب وغا تعطينا وهدو A plus C plus D plus وما T plus B يعني المظاهر الأبوية إذن هذه هي ظاهرة العبور يجب أنها سكون واضحة